السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة لجنة مكافحة الفساد أو ما تعرف إعلاميا بلجنة برغيف أداة الحكومة السابقة في تصفية معارضيها وانتقاء الملفات بعشوائية فضلا عن تجاوز الصلاحيات الدستورية تعذيب جسدي ولفظي لدرجات تعيد الذاكرة إلى مساحات زمنية سابقة حيث ممارسات النظام المباد أدلة ووثائق دامغة تنتظر من يحركها ويبحث في تطبيقها فمن غير المعقول أن تمر جرائم هذه اللجنة بدون عقاب خاصة وأن جميع شواهدها حاضرة معتقلين استهداف سياسي ابتزاز مالي أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة مشاهدية نتحدث عن ميناء الفاو الكبير اللي هو حلم العراقيين المؤجر منذ سنوات طوال قد دخل مرحلة جديدة بعد الاهتمام الحكومي الأخير الملفت للنظر إذ أن تعده الحكومة الحالية والجهات المعنية من المشاريع الاستراتيجية اللي راح تحقق النقل النوعية في الاقتصاد وتعزز بناء مقومات تنموية حقيقية غير أن هذا المنجز الاقتصادي بحاجة إلى جهد مضاعف بغية تذليل العقبات وسيل الصعاب واستكمال المتعلقات وأيضا متابعة المحطات اللوجستية متعددة الأغراض متابعة بناء المحطات اللوجستية فضلا عن تشهيد الأرصفة البحرية النموذجية ومستودعات التخزين الحديثة الرصينة وهنا لابد من التأكيد والتذكير بأهمية منع وصول يد الفاسدين والفساد إلى هذا المشروع والمعلم الاقتصادي الوطني إذن مشاهدي الأحبة هذه راح تكون ملفات حصادنا لهذه الليلة بتفضل البقاء ويانا ومتابعتنا حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا لجنة أبو رغيف تاريخ قريب وسجل حافل بالتعذيب والجرائم الدموية والتوغل في إذا أشخاص وجهات محددة حسب الرغبة السياسية وبعد طالها قضايا وحلها إجرائيا ترتفع الدعوات الشعبية والسياسية في محاسبة القائمين عليها نفتحوا إياكم هذا الملف لكن بعد أن شاهد تقرير الزميل علي حبيب تفنن بأساليب تعذيب وحشية وانتزاعي اعترافات وتوقيف بلا أوامر قضائية وتهم كيدية واستهداف بخصومة سياسية هذه العناوين كانت سمة لجنة الأمر الديواني 29 والمعروفة بلجنة أبو رغيف التي وسمتها المحكبة الاتحادية بالباطلة وغير الدستورية لمخالفتها ثمانية مقررات قانونية لكنها استمرت في عملها حتى رياح التغيير الأخيرة في وزارة الداخلية التي أبطلتها وأعفت رئيسها ورغم أن مهمة هذه اللجنة تنحصر بمكافحة الفساد غير أنها اتخذت جراءات بوليسية وممارسات دموية وسلخت الجلد والإفادة معا وهذا ما وثقته الصور والتقارير الطبية عن أحداث ما خلف القضبان الحديدية وبعد إعفائها فأن للقضاء مساحة في متابعة ملفات اللجنة سيئة الصيد كان هناك العديد من المتغيرات والمؤشرات الخطيرة التي ساهمت للعبة دور مهم وبارس في عملية تشكيل هذه اللجنة أولا وفي الإجراءات التي مارستها وعملت عليها خلال الفترة الماضية أنا أعتقد بأن هناك العديد من الإجراءات التي يجيب أن تتخذها الحكومة العراقية والقضاء العراقي بحق الأشخاص الذين مارسوا أعمال نستطيع أن نقول عنها أعمال إرهابية ضد العديد من المواطنين ضد العديد من الجهات التحركات القانونية والأوامر القضائية تنهيدا للمساءلة ومحاسبة رئيس اللجنة وأعضائها فعدد المتضررين بأعمال التعذيب والشتائم اللا أغلاقية كبير جدا وبطبيعة الحال فأن الحقوق لا تسقط بالتقادم علي حبيب الأيام الفضائية اشتركوا في القناة في هذا الملف أرحب بي ضيفي الكريمين الدكتور عائد الهلالي عضو تحالف الفتح حياك الله دكتور عائد أهل مرحب بحضرتك وكذلك أرحب بي دكتور وائل بياتي الخبير القانوني حياك الله دكتور حياك الله أبدأ ما حضرتك دكتور عائد يعني لجنة مكافحة الفساد أو ما عرفت باسم الشخص اللي قائم عليها لجنة برغيف أصبحت تسمى يوصف البعض بأنها أدات لحكومة الكاظمي في استعمالها في ضرب خصومها واستهدافهم حتى أنها عادت الرأي العام إلى مشاهد النظام المباد هل أثرت هذه اللجنة في مكافحة الفساد هل أنتجت ثمار وفق ما خطط لها من الشعارات أم أنها كانت بالفعل هي اليد الضاربة لخصوم الحكومة السابقة شكراً جزيلاً على التحيات لكم وليقناتكم مقرة وليأخي وزميني دكتور واهل والجمهور الكريم لك كل التحيات طبعاً حقيقة عملية التشكيل تشكيل لجنة أبرغيف أو لجنة الأمر الديوان 29 قد أسست في فترة مريبة جداً وكانت تستخدم حقيقة للضغط على قصوم حكومة الكاظمي وهذه اللجنة مارست أعمال وحشية حقيقة ذكرنا بي أو هي امتداد لربما تكون لربما أن رجالاتها هي من رجالات النظام المباد وكانت تمارس ذات الأسلوب اللي كان يمارس النظام المباد ضد المعارضين وضد القصوم هذا من جانب لكن الجانب الأساسي التي من المفترض أنها أسست من أجزاء هي مكافحة الفساد لكن بعد مرور الأيام تكشفت الأمور وظهرت أنه كانت تمارس هذه الأعمال الإجرامية لإرسال رسالة إلى الآخرين من أجل إسكاتهم وبالتالي مارست هي الفساد بعينها بعد أن اكتشفنا أنه هي خلف سرقة القرن وخلف سرقات كثيرة جداً لم تكتشف إلى الآن أو لربما أن الأيام القادمة سوف يعلن عنها هذه اللجنة حقيقة أضافة للدور القدر الذي مارسته من خلال التعذيب والقهر والتجاوزات النابية في ألفاظ نابية ضد أشخاص محترمين ومسؤولين كبار في الدولة العراقية كان على ما يبدو الهدف الأساسي أما ابتزاسهم أو أخراجهم خارج العملية السياسية لأنهم لربما خصوم لحكومة الكاظمية التي استخدمت هذه اللجنة كذراع لضرب الخصوم وبالتالي اليوم القضاء العراقي أعتقد سوف يقول كلمته بحق هؤلاء المجرمين بحق هؤلاء السراق والفاسدين والأيام إن شاء الله سوف تكشف المزيد من التخصصات وسوف تكشف المزيد من التجاوزات وسوف تكشف المزيد من الأفعال الشائنة التي مارسها أبرغيف في ذلك الوقت يعني كان عندما يذكر اسم أبرغيف كانت هناك خوف وهناك خشية وهناك رعب لدى جميع الموظفين أو لدى جميع المواطنين لأن التهمة جاهزة ولربما أنه أي شخص مناول للكاظمي سوف يتم اعتقاله وسوف يمارس بحق أنواع يعني عجيبة غريبة من التعذيب أو الإخفاء وقد أخفي العديد من الأشخاص وأعتقد أن هناك أشخاص لربما إلى الآن لا يعلم مصيرهم طيب دكتور والجوتر حابي حضرتك ونتحدث عن استمرار عمل هذه اللجنة رغم صدور أوامر أو قرار من المحكمة الاتحادية يخص هذه اللجنة ببطلان عملها ولكنها قد استمرت بالتالي ما الأثر المترتب على الإجراءات التي اتخذتها هذه اللجنة بواقع قانوني وما أثر الأحكام التي أصدرتها بحق بعض الشخصيات البدء أحييك وأحيي ضيفك الكريم مشاهدي القناة الكرام الإشكالية التي نعاني بها في أكثر من مرة هي مسألة عدم مراعاة أحكام التي يصدرها القضاء خصوصا ما يتعلق بالأحكام التي تصدرها المحكمة الاتحادية حيث دائما ما نشاهد أن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية في بعض الأحيان تعمد إلى عدم مراعاة وجوب تنفيذ هذه الأحكام خصوصا وأنها ملزمة بوجب أحكام المادة 93 من الدستور والتي اعتبرت جميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات وبالتالي ينبغي العمل على تنفيذها وور صدورها وبخلاف ذلك يعتبر عدم التنفيذ يدخل في باب الجرام معاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات والذي يعتبر جريمة عدم احترام للمحكمة باعتبار أنها أصدرت قرارا باتا في هذا المجال للأسف عدم قيام السلطة التنفيذية بإلغاء الأمر الديواني رقم 29 فور صدور قرار المحكمة يعتبر مخالفة جسيمة يمكن محاسبتها ورفع دعوة قضائية أمام قضاء الجنائي على اعتبار أننا أمام مخالفة صدرت من مجلس الوزراء آنذاك بعدم إلغائه أعمال هذه اللجنة علما أن جميع الأعمال التي صدرت عن اللجنة فور صدور قرار المحكمة تعتبر باطلة ولا يمكن الاعتداد بها سواء من حيث جمع الأدلة أو من حيث تدوين الإفادات وغير ذلك من إجراءات تحقيقية كلها تعتبر بحكم الباطل دكتور وائل تثم لذلك أنه كل الشواهد ومبرزات الجرائم التي ارتكبتها هذه اللجنة من معتقلين معذبين وثائق ثبت انتهاجها السلوك الابتزاز المالي ضد المسؤولين في هذه الحالة ما هي المسارات القانونية؟ في هذه المسألة هناك مسارين قانونيين في حال ما إذا كانت هناك وثائق مدونة تتعلق فيه مثل هكذا انتهاك سواء ما يتعلق مسألة ابتزاز أو ما يتعلق مسألة أخذ الإفادات أو تدوين الإفادات أو إجبار المتهمين على الاعتراف خلافا للحقيقة نحن أمام جرائم تدخل في نطاق جرائم الابتزاز اللي معاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات مادة 421 وكذلك وفقا لأحكام مادة 333 جرائم التعذيب اللي هي قيام موظف خلافا للقانون في إجبار المتهم على الإدلاء بإفادات أو الاعتراف بأقوال خلاف الحقيقة كل الأمرين هناك كما قلت سبيلين السبيل الأول هو كل شخص تعرض لمثل هكذا ابتزاز أو مثل أعمال هكذا تعذيب رفع دعوة جزائية ومجرد ما تتوفر له السبيل الأساسي برفع الضغط عنه لمدة 90 يوم من تاريخ وقوع الفعل أو من تاريخ رفع الضغط الموجود عليه مسألة الثانية هي قيام الإدعاء العام بتحريك شك وجزائية على ضوء البيانات التي عرضت في أكثر من وسيلة إعلامية والفيديوات أو التسجيلات الصوتية التي تضمنت حصول مثل هكذا حالات يستطيع الإدعاء العام بتحريك شك وجزائية وأيضا كل شخص متضرع طيب دكتور عائد يعني مفوضية حقوق الإنسان تحركت بهذا الاتجاه سيما تدويل القضايا والجرائم اللي ارتكبتها رجنة أبو الغيف بسبب ارتكاب هذه الجرائم التغييب القسري أو الإخفاء القسري وكذلك التعذيب بالتالي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان راح تلقصدها باعتبار أن العراق بعد 2003 أصبح من الدول اللي تعيش تجربة ديمقراطية نعم سيد رحمد حقيقة يعني نحن اليوم نشوف أكو يعني فضاء مشرق في تاريخ القضاء العراقي وهذه يعني الإشراقة الجميلة التي تحققت خلال الفترة الماضية من خلال قراراتها التي اتخذتها المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي في يعني مفاصل مهمة ومفاصل حياتية ومفاصل يعني لها حساسية عالية جدا لكن كان القرار القضاء العراقي واضح وضعت وملزم وبالتالي أجور الجميع الرضوخ إلى قرار القضاء العراقي اليوم لا أعتقد أن نحن بحاجة إلى أن نذهب إلى تدويل القضية لأن الدولة العراقية حقيقة دولة فيها قضاء وفيها مؤسسات إن شاء الله وهذه المؤسسات قادرة على أن تقول كلمتها في هذا الموضوع أو حتى مواضيع أخرى لا نحتاج إلى أن نذهب لأن عملية الذهاب إلى تدويل القضية يحط من سمعة الدولة العراقية لا أعتقد أن هناك قصور اليوم لا في الحكومة التنفيذية ولا في القضاء ولا حتى في مجلس النواب العراقي هذه المؤسسات اليوم تعمل ربما أنه في خلاف المراحل الماضية أنه تعمل بتكاملية تعمل بإنسجام عالي جدا تريد أن تحقق شيء جديد مخالف تماما أو مغاير تماما عن الحقب الماضية أو الحكومات الماضية التي كانت الحكومة التنفيذية في وادي والقضاء في وادي والمؤسسة التشريعية في وادي فبالتالي عملية الذهاب إلى تدويل القضية لا أعتقد أن يضر في سمعة العراق وهذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيل وعليه معالجة القضية داخليا وعدم الإنجرار إلى هذا التصعيد الكبير جدا أنه مفرض الحقوق الإنسان لا مفرض الحقوق الإنسان موجود للبرلمان تقدر ترفع للبرلمان ترفع للقضاء العراقي ترفع للرئيس الوزراء وأعتقد أن هذه المفاصلة الثلاثة اليوم كما قلنا مختلفة وتستطيع أن تقول كلمتها هذا الاختلاف دكتور عائد كان هناك مبدأ دستوري الفصل بين السلطات ولكن صار تداخل من خلال هذه اللجنة بين السلطة القضائية وأصدرت قرار قضائي بعدم قانونية هذه اللجنة واستمرار هذه اللجنة بالتالي ازدادت الانتهاكات نتحدث عن وجود متضررين أيضا من هذه اللجنة لا زالوا قابعين في الصمت وما يتكلمون ترى لو زادت موثوقية الطمأنينة لدى هؤلاء المعذبين بالتالي تصريحاتهم عما تعرضوا إليه من تعذيب وانتهاكات هل سيفتح النار أمام الحكومة السابقة؟ سيد الكريم حقيقة اللجنة لجنة الأمر الديوان 29 اختزلت كل الدولة العراقية بهذه اللجنة والحكومة الكاظم في ذلك الوقت اختزلت الدولة العراقية اختزلت القضاء اختزلت البرلمان في هذه اللجنة وبدأت تمارس أعمال شفائنا وكبيرة جدا بدأت تأخذ دور القضاء وبدأت تأخذ دور أمور كثيرة مارستها هذه اللجنة أما فيما يخص سوال جنابك أنه نعم هناك أشخاص قد انفقت حرماتهم وتعرضوا إلى تعذيب وإلى خفاء قسري وإلى ابتزاز وإلى أن يدلوا بتصريح تحت الضغط وهذا الموضوع من حق المواطن العراقي أن يقيم دعوة على لجنة الأمر الديواني وأن يمارس دورة طبيعية مواطن داخل دولة مؤسساتية ديمقراطية ما هي المشكلة اليوم؟ اليوم لا أبرغيف ولا الكاظمي ولا أي جهة قادرة على أن تقمع المواطن العراقي اليوم نحن خرجنا من رحم حكومة ديكتاتورية بغيظة ندخل في حقبة ديكتاتورية عظلة من الحقبة الماضية هذا أمر غير مقبول وغير مرفض إذن الدماء التي أعطيت وسالت من أجل التغيير وهذه الفترة الزمنية الطويلة والجهود الكبيرة والأموال التي بدلت نحن اليوم بدلناها من أجل أن نؤسس لها دولة مؤسساتية لا أن نعود إلى الحقبة الدكتاتورية الكثير أو لربما البعض يرغب في أن يكون هناك عودة إلى النظام السابق أو للنظام الدكتاتوري وهذه الأفعال هي تنمعنا أن هناك رغبة من قبل بعض الجهات لممارسة دور بشع وقدر وكما شاهدنا فيها الكثير من الحالات التي يحاول أن البعض العودة فيها إلى الماضي لا 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 هذا الموضوع مرفوض بشكل كبير جدا وعليه أنه اليوم من حق المواطن العراق ومن حق القضاء العراقي أن يدعم ويشجع المواطن العراق وأن يفتح نافذة وأن يفتح كما تحدث سيد رئيس الوزراء في الفترة الماضية عندما قال أي مواطن عراقي يستطيع أن يدلي بتصريح حتى من على القنوات الفضائية نستطيع أن نرسل له بشخص أو نرسم الوفد من نهاية النزاهة وهذا الوفد يحقق بالملفات إذا كانت هناك ملفات فساد أو غيره فهي الأمر إذن هناك رسائل إيجابية تقوم بإرسالها الحكومة التنفيذية وكذلك كما قلنا حول القضاء اليوم أيضا يتكامل مع الحكومة التنفيذية وتكامل مع ملجس النواب العراق فإذن من الخشية الحقبة الماضية انتهت وزالت إلى دون رجعة الحقبة الماضية حقبة الكاظمي كانت حقبة سيئة بكل ما تعني الكلمة من معنى فاسدة وحشية قمعية مارست أشكال التعذيب وحتى اصطنعت سيناريوهات أرادت أن تدخل البلد في نفق كبير جدا لكن الحمد لله وشكر حكمة وحمكة القيادات السياسية استطاعت أن تمتص هذه التخرصات التي قامت بها حكومة الكاظمي ولجنة برغيف وبالتالي الحمد لله وشكر البلد اليوم في مرحلة جديدة ومنعطف جديد أعتقد أن هناك تباشير لفجر جديد لربما يؤسس إلى دولة حقيقية دولة مؤسساتية دولة ممكن أن تندمج مع المحيط الأقليمي وأن تكون مرغوبة في المحيط الدولي وهذا ما نعول عليه بشكل كبير بدون من خلال احتران حقوق الإنسان من خلال تقديم الخدمات من خلال أمور جميع الأمور من الممكن أن تؤسس إلى أن تكون دولة العراقية دولة مقبولة طيب دكتور وائل عفاء وزارة الداخلية لأبو رغيف هل هذا الموضوع رح يفسح المجال أمام عمل القضاء في محاسبة رئيس اللجنة وأعضاء هذه اللجنة وبالتالي ذات ما تمت المحاسبة والاعترافات على بعض الجرائم هل ستآخذ الحكومة السابقة بهذه الانتهاكات طبيعة الحال القضاء لا يمكن أن يقف أمامه أي شخص مهما كان منصبه ومهما كان وصفه حيث لا يملك أحد الحصانة عدم موجود في الدستور فيما يتعلق بالحصانات الموجودة لرئيس الجمهورية والوزراء لتقتضي محاكمة خاصة وأيضا ما يتعلق بحصانات أعضاء مجلس النمو وبالتالي كل موظف عليه أن يؤدي مهام الأصلية من حيث الواجب المفروض عليه فإذا ما خالف هذا الواجب فهو يخضع لأحكام القضاء الآن القضاء فيما إذا لو رفع الدعاوي أمامه بإمكان استقدام أي شخص بهما كان وصفه الوظيفي في الدولة العراقية كونه خاضع من حيث الأصل من نصوص القانون وبالتالي فيما إذا لو ثبتت هذه التهم بأدلة مادية قطعية الثبوت في هذه الحالة قد تصدر أحكام شديدة نحن نعلم أن جريمة التعذيب تصل العقوبة القصوى لها إلى ما يصل إلى 15 سنة هذا معناه هي من الجرائم الشديدة وهذه الجريمة لا تقتصر على من يقوم بعملية التعذيب لا بل أي موظف أمر بذلك أو أي موظف ساهم بذلك أو كان شريكا بأي وسيلة من الوسائل حتى مسألة التهديد بارتكاب عملية التعذيب يساوي القانون المجرم من حيث العقوبة لا فقط القيام بالفعل وإنما مجرد التهديد بالفعل هذا من جانب من جانب آخر قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي يرتب عقوبات تبعية على كل شخص يحمل رتبة عسكرية فيما لو ارتكب جريمة جنائية وصدر عليه حكم إذا كانت من الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن يترتب عليها عدة تبعات من بينها الطرد من الخدمة سحب الرتبة العسكرية وحرمانها من كافة الامتيازات ومنع من تولي أي منصب وظيفي في الدولة العراقية لاحقا هذه كلها تبعات تترتب على ارتكاب مثل هذه الجرائم سواء كانت جرائم التعذيب خلاف ذلك أيضا ما يتعلق بجرائم التهديد أو جرائم الابتزاز كل هذه مشمولة بأحكام القانون هذا من جانب نعم أسأل عن جانب آخر أيضا دكتوري خص الناس الذين طالتهم هذه اللجنة بأحكامها هل من الممكن أن تكون هناك إعادة للتحقيق بعد أن انتزعت الاعترافات بالقوة والإكراف؟ طبعا بطبيعة الحال كل شخص تم أخذ إفاته أو قام بإدلاء أو الاعتراف بمعلومات أو بيانات غير صحيحة بناء على الإكراف يعتبر هذه الإفادات باطلة من حيث الأصل ذلك لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد أن عملية التحقيق ينبغي أن تتم وفقا للوسائل المشروعة وبخلاف ذلك معناه أن أي وسيلة غير مشروعة من بينها انتزاع الاعترافات بالإكراف أو بالتخويف أو بالتهديد أو بالتعذيب كلها تؤدي إلى أن كل ما قاله المتهم أو ما أدلى به لا يساوي شيئا هذا من جانب من جانب آخر هؤلاء الأشخاص اللي تعرضوا لعملية التعذيب أو تعرضوا لعملية الابتزاز لهم حق آخر وحق المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحقهم سواء بالجانب المادي أو في الجانب النفسي بالإضافة للعقوبة الجزائية هناك جزاء مادي يتعلق بمسألة التعويض ذلك أن الدستور الحالي دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصف المادة 37 منه على مسألة الكرامة الإنسانية قال أن كرامة الإنسان مصونة ولا يجوز تعذيب أي شخص بأي شكل من الأشكال وسبق وأن استندت محكمة الاتحادية في قرارها عام قرارها المرقم عفوا 169 خاص بإلغاء لجنة الأمر الديواني 29 إلى هذه المادة باعتبارها إحدى المواد التي اعتبرتها سنداً أساسياً في مخالفة تشكيل هذه اللجنة لأحكام الدستور إضافة إلى مخالفتها مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء وأيضاً الاستيلاء على صلاحيات القضاء دكتور عائد فضلت حضرتك بعزم رئيس الوزراء السوداني بمحاسبة أو الاستجابة لكل المطالبات حتى لو كانت هناك مطالبات إعلامية في حدوث حالات فساد هناك أيضاً بعض المطالبات من ناشطين سياسيين بعدم تهريب أو الحلولة دون تهريب وخروج أبو رغيف خارج العراق وشرحوا للمخطط كيف سيكون هناك منفذ لهذا الهرب هكذا حاله هل ستتخذ الحكومة الحالية إجراءات احترازية لعدم الإفلات من هذا العقاب حقيقة الحكومة العراقية وخصوصاً حكومة الأخ السيد السوداني منذ اليوم الأول لمجيها تحاول أن تضع بصمة مغايرة عن باقي الحكومات السابقة في قضايا محاربة الفساد في قضايا تقديم الخدمات في قضايا كثيرة لكن المشكلة الأساسية التي كانت عانية الحكومات هناك فجوة ما بين حكومة المركز وحكومات الأقاليم لا نريد أن نقول إقليم واحدة وإنما حكومات الأقاليم الأخرى السواء كانت الأقليم كردستان أو حتى المحافظات التي لم تنتظن بأقليم الموجودة داخل الدولة العراقية لم تكن هناك عملية مساعدة أو لم يكن هناك انسجام ما بين هذه الحكومات والحكومة المركزية وبالتالي عملية أفلات المجرمين من العقاب في تلك الفترة كانت بشكل طبيعي جداً يذهب إلى أقليم كردستان أو إلى أي محافظة أخرى ومن ثم يهرب إلى أقليم كردستان ومن أقليم كردستان إلى خارج العراق وشاهدنا الكثير من هذه الحالات لكن أعتقد اليوم هناك حالة من الانسجام ما بين حكومات الأقاليم والحكومة الاتحادية وهي تعمل كتيم واحد الآن وعملية أن الإفلات أي شخص مجرب أو مطلوب للقضاء من خلال أي منفذ لربما سيعرر تلك الجهة إلى إحراج مع الحكومة الاتحادية وهذا الموضوع يترتب عليه الكثير اليوم والكل يعمل باتجاه بلورة صورة جديدة صورة مغايرة تماماً أن يتكامل فيها الجميع في رسم أفق جديد للدولة العراقية فقضية الإفلات أو السيناريوهات أنه ربما سيد أبو رغيف أو غير أبو رغيف يذهب إلى أقليم كردستان ومن ثم يهرب أعتقد هذا الموضوع في هذا الوقت لا فيه حراجة كبيرة جداً أضف إلى ذلك العراق بدأ يفعل قضية التعامل مع الشرطة الدولية الانتربول الدولي وقد قام بالفترة الماضية بجلب أحد المجرمين المتهمين في قضية جريمة سبايكار والذي هو من المشاركين الأساسيين في هذه الجريمة وقد استخدمها من دولة لبنان إلى العراق فبالتالي نحتاج أيضاً إلى أن يكون هناك ذات الإجراء أو ذات التعامل أو ذات الاتفاقيات الموقعة ما بين العراق وحكومة لبنان أيضاً أن يكون مع تركيا ومع الأردن مع إيران مع الكويت مع السعودية مع دول العالم الأخرى فحتى وإن استطاع المجرم الإفلات من العقاب لربما أنه من خلال تعاوننا ومن خلال علاقاتنا مع المجتمع الدولي وبناء جسور ثقة ما بين العراق وما بين المجتمع لأن المجتمع عندهم لربما إذا كان العراق في الوضع السابق يقول لك لا أنه هذا لربما هي تهمة كيدية أو لربما لا نستطيع لربما أنه لا يتعرض إلى محاكمة عادلة لا اليوم هناك مقبولية لحكومة السيد السوداني عليها أن يستثمر هذه المقبولية بشكل كبير جداً وأن يستفيد من عتا وأن يوقف المجرمين الذين تسببوا بأذى كبير العراقي سواء برغيف أو غير برغيف وبالتالي لربما أنه سوف يكون هناك أفق جديد تتعاطى معه الحكومة العراقية مبني على أساس القانون واحترام القانون وأن المجرم كان من يكون سوف ينال جزاء العادل إذا كان قد أجرم بحق أي فرد من أفراد الشعب العراقي أو الشعب العراقي برمته أو تسبب في فساد في المال العام أو في غيره يعني هذا إلا ربما يؤسس إلى صورة إيجابية تكون محترمة من قبل المجتمع الدولي والمجتمع والمحيط الأقليمي عفوا في الفضل البقاء معنا دكتور عادل هلالي وفي هذه الأحيان أتقدم بشكر جزيلا دكتور وائل البياتي الخبير القانوني شكرا جزيلا لحضورك معنا في استوديو دكتور وائل نتابع بعد الفاصل مشاهدي يا الأحبة شكرا شكرا اشتركوا في القناة بين وزير النقل ورئيس الجمهورية خلينا ندخل بالجنب الاقتصادية بأنه بعد أقل من 24 ساعة من هذا الاجتماع طرح ميناء الفاو كفرصة استثمارية لتشغيله أمام العديد من الشركات الاستثمارية من مختلف دول العالم عقب إكمال المرحلة الأولى هل نستطيع قراءة هذا الطرح أمام الاستثمار؟ بدأتها رحبتك أستاذ أحمد ورحب بضيفكم الكريم ومشاهدين قناتكم الكرام حتى تكون فكرة ميناء الفاو واضحة لمشاهد الكريم ميناء الفاو هو ميناء دولي يعني ليس العراق بحاجة لهذا الميناء لتجارته لا العراق عنده ميناء الفاو وعنده ميناء القصر وميناء بفلوس كافيات لتجارتنا وأصلا زايدة عن حاجتنا لكن قمة العشرين في أكثر من اجتماع يجب زيادة طرق النقل بين الشرق والغرب بين الصين والهند وبين أوروبا اللي هي حقيقة أن أوروبا خصوصا اللي تستورد يعني هاي الدول الغربية اللي تبتلك الأموال لازم إيجاد منافذ جديدة غير قناة السويس وجبل العالي لأن أصبح التجارة في حالة تضخم فمن ضمن الطرق هو ميناء الفاو إذن هو رؤية عالمية الدولة العراقية بدأت منذ سنة 2008-2009 بالتخطيط لإنشاء ميناء الفاو وبدأت التنفيذ الميناء 96 رصيف نحن في سنة 2024 رح نكمل خمس أرصفة هاي الخمس أرصفة رح نكملها حتى تكون واضحة لا هي أكو سكة حديد ممتدة من البصرة نحو تركيا وأكو اتفاق مع تركيا تشغيلها أكوش ماكو لا هي أكو اتفاق مع الصين اللي هي المستفيدة الأساسي من هذا الميناء ولا أكو هي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية إذن هي عملية إنشاء الميناء من دون وجود تخطيط شنو الفكرة الصحيحة على مستشتغل هذا الميناء وهذا الكلام غير قابل للمناقشة المفكرتي هذا الفكرة الدولية ميناء الفاو ما يتنفذ إلا من قبل الشركات الصينية لأن طبيعة الشركات الصينية بالتصنيف ما تنشئ الموانئ هي أقوى عشرين شركة نحن جايبين دايا ورقومها 98 بأحسب مئة شركة طبيعة الشركات الصينية تشتغل بالآجل تنفذ لك الميناء 96 رصيف تنزلها على الأرض وراء ما يشتغل تبدي تأخذ أرباحة من خلال الجبايات التتاقضة هذا ما متوفر بس بالشركات الصينية إذن المنفذ لازم شي يكون صيني هذه واحدة وإلا تجيب أي شركة من قبل تنفذ إلا الصين حتى الشركات الإيطالية عاجزة لمعدة تمويل مثل الشركات الصينية المشغل اللي يقيم بعمليات الأنظمة والكونترول والموانئ والتنظيم والدخل وغيره لازم يكون شركة أمريكية ليش؟ احنا في منطقة نفوذ دولار أمريكي أمريكا إذا ما تنزم هذا الميناء هي تكون هي مشغلة مستحيل تطيع موافقة ميناء السويس مشغل أمريكي ميناء جبل علي مشغل أمريكي ميناء الحديدة مشغل أمريكي اللي هو الآن متوقف ليش؟ أمريكا تقول لك أنا مسيطرة على الشرق الأوسط منطقة نفوذ دولار إذا أترك هذا الميناء ما أنا أشغله وأني أديره بشكل غير مباشر الصين نصدر براحته طبعا أنت راح تضرب تجارتي فلازم أنا أكون إلي يد هذا ليس كلام يعني كلام يعني فالشي غريب هذا كلام معروف عالميا فلازم الشركة اللي تتفق وياه تكون المشغل وتحط السيستم والنظار الأمريكي حتى تقبل تطيق موافقة هس المنفذ لازم صيني المشغل الأمريكي الناقل تركي احنا ما عدنا قدرة ننزل سكك الحديد شركة السكك الحديد قبل فترة كنا معه معه مدير عام في أحد اللقاءات هسا خاطبين تركيا بشأن الموضوع يعني انت 2024 راح يدخل خمس موارئ وأنت ما عندك سكة وتركيا مطلع موافقة فتركيا إذا ما هي تنفذ السكة الحديد وتكون جزء الأساسي هي موانئها اللي راح تصدر مو موانئنا احنا موانئنا راح تستقبل طريق بري ثم إلى موانئها فلازم هي تكون موافقة مع الجانب التركي إذن منفذ أمريكي عفو منفذ صيني مشغل أمريكي ناقل تركي غير هذه المعادلة هذا الميناء اللي هو التوانزيات عالمي بري ما يشتغل عندهم طيب خلت تكون واضحا هذه الصورة الثلاثية دكتور عائد لما تكون المعادلة من وجهة نظر اقتصادية وبلغة الأرقام كما تفضل بها أستاذ مصطفى حانتوش هذه الثلاثية اليوم اللاحظ أنه التفات غير تقليدية وصفها المراقبين من قبل الحكومة الحالية اجتماعات مع فريق متخصص لمناقشة المفاصل المعنية بإكمال المراحل المتبقية من ميناء الفاو الكبير وأيضا السوداني في اجتماعه نوه إلى ضرورة إكمال القناة الجافة ومدسكك الحديد توفير متطلبات الطاقة وغيرها من هذه الخدمات الساندة بالتالي جدية الحكومة وهذا الدور المتخصص كيف نقرأه هل من الممكن أن نلحق بهذا الركب الاقتصادي العالمي؟ نعم شكرا جزيلا سيد أحمد تحية لك مرة أخرى ولضيفك لك كل التحايا حقيقة هذا حلم طال انتظارا من قبل العراقيين وهذا الحلم طبعا قديم هو قدم المنطقة نفسه أنه عملية ربط الشرق بالغرب هذه مشكلة كبيرة جدا يعني عندما كانت البضاعة تمر من خلال رأس الرجاء الصالح وهي منطقة بعيدة جدا ومن ثم أصبعت هنا كقناة السويس وكما تفضل الزميل العزيز أنه قناة السويس أيضا أصبحت غير كافية وبالتالي اليوم المصريين أنشأوا دراع ثاني لقناة السويس لأهمية هذا الممر البحري ولضخامة التجارة العالمية والمشكلة التي حصلت في قضية الباخرة اليابانية التي يعني أحدثت مشكلة في ذلك قبل كم سنة في قناة السويس وعلقت فيها القناة ثم تضررت عملية التجارة العالمية فالعراق اليوم يحتاج إلى ميناء الفاو لتنويع مصادر اقتصاده ولأن يكون قوة يعني أو لاعب كبير جدا في رسم السياسات سوى الاقتصادية أو السياسية للمنطقة وهو قادر على ذلك إضافة إلى ما يمتلك من مقدرات أخرى على وهي قضية الطاقة فيما يخص النفط هو لاعب كبير جدا اليوم وكذلك فيما يخص قطية الغاز ومرور الغاز لربما أن الغاز الإيراني سوف يمر من خلال العراق إلى سوريا ومن ثم إلى تركيا هذه التكاملية في قضية صناعة شرق أوسط اقتصادي لربما تحتاج أيضا إلى أن يكون هناك نفوذ لللاعب الدولي اللاعب الدولي لا يمكن له أن يتخلى عن منطقة الشرق الأوسط وهذه المنطقة مهمة بالنسبة له وأعتقد أنه حتى وجود الكيان الصيوني منذ أكثر من ثمانين أو مئة عام هي لهذا الغرض أن يكون هناك دور لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد عقدت اتفاقات وشراكات قبل أكثر من مئة سنة تقريبا مع المغرب ومع ليبيا ومع الجزار هي تطمح إلى أن يكون لها تواجد في هذه المنطقة من العالم وكذلك الصين وهذا الاحترام الموجود اليوم على منطقة الشرق الأوسط لأنها تمثل حلقة وتمثل القلب النابب للتجارة العالمية والتجاذب التجاري ما بين دول العالم هذه المنطقة تعتبر ممر مهم وأساسي منفتحة على بحار كثيرة جدا منطقة الشرق المنطقة العربية تمثلك أكثر من 16 ألف كيلومتر سواحل وهذا موضوع لا يتوفر للكثير من دول العالم فبالتالي هذه المنطقة مهمة وكبيرة كبيرة الأهمية للقوى الاقتصادية التي بدأت تتعظم يعني اليوم نحن ما نشوف أنه هناك السبع الكبار أو العشرين الكبار لربما أن الموضوع يتطور في قادم السنين إلى الثلاثين الكبار أو الأربعين الكبار لأن هناك قوى اقتصادية ناشئة النمر الآسيوية وحتى النمر الأفريقية والأمريكية اللاتينية بدأت تطهر بشكل كبير جدا هناك دول وهناك تكتلات اقتصادية هناك البريكس موجود وهناك الشرق آسيا الآسيان الذي ذهب بايدن قبل فترة وأسس إلى تحالف اقتصادي من 13 دولة هذا الحراك الدولي يدلل على أن هناك حراك اقتصادي كبير لكن قلب الحراك الاقتصادي العالمي هو المنطقة الشرق العوسط فبالتالي إذا لم نولي اهتمام كبير جدا إلى ميناء الفاو وإلى مفاصلنا وإلى دولتنا وإلى أن نؤسس البنى التحتية الصحيحة القادرة على أن تصبح الدولة العراقية بأجاذب الاستثمار العالمي وكما تحدث الأخ الزميل أنه هناك يتكون قراءة صحيحة وواعية للدولة العراقية وكيف تتعامل مع الصين وتعطي الصين دور وتعطي الولايات المتحدة الأمريكية دور وتعطي تركيا لأن تركيا بالمحاصلة النهاية إذا لم تستطع تحصل على شيء لا تسمح لأي تجارة عالمية أن تتمدد إلى أوروبا من خلال تركيا وتصبح تركيا مجرد أن حلقة ربط أو ترانزيت وينتهى الأمر لا تركيا أن تريد أن تكون أيضاً لاعب كبير كما حصل في قضية إمدادات الغاز إلى أوروبا في الفترة الماضية الغاز القطري وكيف حصلت المشكلة أن الغاز القطري كان يفترض أن يمر عبر السعودية إلى الأردن إلى سوريا ومن ثم إلى تركيا وخط الغاز الإسلامي الذي قلنا كيف ممكن أن يمر من إيران إلى العراق إلى سوريا ولا تركيا وخط الغاز الإسرائيلي من إسرائيل إلى قبرص الجنوبية وبالتالي إلى تركيا وخط الغاز القوقازي وكذلك النورد ستريم وان وثو التي اشترتهم لروسيا في تلك الفترة وكذلك خطوط السيل التركي والبلغاري هناك الكثير من الأدوار التي تطمح تركيا أن تلعب في فنطقة الشرق الأوسط وأن تكون لاعب كبير جداً يتحكم في كثير من المفاصل فبالتالي علينا أن نقرأ المشهد إلى شراكات اقتصادية لا تضرب العراق لا بل تفيد الدولة العراقية وتعظم موارد الاقتصاد العراقية من خلال ميناء الفاو أو من خلال مفاصل الأخرى هذا التأسيس للشراكات التي تقترحها حضرتك والتي نوح عنها أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى نتحدث أيضاً عن المعرقلات لهذا الموضوع رغم أنه الإرادة الحكومية اليوم حاضرة الجهات التنفيذية والتشريعية أيضاً يبدو أنها متفقة على المضي قدماً في هذا المشروع ولكن لا نغفل دور الجهات التي عرقلت هذا المشروع الجهات الدولية أقصد هنا الكويت والإمارات تحديداً هل هناك من خسائر لتأخر هذا المشروع وما هي الخسائر الأخرى التي ستترتب على الكويت والإمارات يعني بالنسبة لكويت أعتقد ميناء اسمه ميناء مبارك صرفها تعالية 23 مليار دولار هذا الميناء حقيقةً لما نجي ميناء الفاو ميناء الفاو أحنا الجهة المطلة مالتنا الكاسر مالتنا قبل ميناء مبارك فصار الكاسر العراقي نهى شيء اسمه ميناء مبارك لأن ميناء مبارك حقيقةً أغلق العمل به لأن ما عاد يعمل لأن الكاسر العراقي كسر الموج حقيقةً أمام السفينة فما تقدر السفينة العملاقة تعبر على ميناء مبارك لأن الأعماق ما ممكن لأن أصبحت ضعيفة يعني هي تعتمد ان تشوف وضعنا تعبان احنا الفساد قاضي علينا تقريبا ذالت انا اساعدكم ميناء الفاو استثمر بي ومد السيكة الحديد واتفقوا يا تركيا زين طبعا هنا الالاء اتت خو احنا نتفق وحنا نتفقوا يا الجهات احنا نجيب الشركات الصينية وغيرها وهاي فما رفض العرض الكويتي عرض الايراني كذلك اتى ان احنا نساعدكم نمد لكم السيكة غيرها هم الرفض اكو رؤية ان العراق هو ينفذ العملية ان هو يجيب شركات صينية هو يجيب شركات المشاغل الامريكي هو يتفق مع تركيا لكن هذه الرؤية قاعدت تنصدم منهم المسؤولين عن الملف حسنا ما ايدا يقول ياخذون من اليمارات فلوس وغيرها ما عندي دليل لكن هما كل رئيس يقولوا لي المشكلة ان احنا ما عدت اخصيصات كافية لميناء الفاو خلي نحط بالموازنة اكثر الى اليوم احنا صارفين 7 مليار دولار ايش قد انجز من الميناء خمس ارصفة تنزل فين مشقيد و24 لا سكة لا حقيقة انتفاقيات لا مشغلات لا انظمة كل واحد يقول خلي نخلي ميناء الفاو على تخصيصات الحكومة يا اما قابض الفلوس يا اما ما يفتهم هذا المشروع يحتاج لما يقارب 45 مليار دولار احنا ميزانياتنا الاستثمارية كلها اذا زادت اذا زادت ما تزاود ال 25 مليار دولار السنوية يعني لازم احنا بس ميناء الفاو نشتغل لمدة 10 سنين يلا انطلل الفلوس فاذا حقيقة هو ليس مشروع تمويل حكومي من بين الشغلة استثمار دولي هذا لكن ما اعرف ليش كل ما يجري اسم زرايق النعون نحنا نحط مخصصات بالموازنة ونصرف عن ميناء واحنا نجيب شركات تشتغل بالضرع المنجزة يا عمي مو الشكل هذا هذا ميناء جبل علي نفذتها الشركات بالاجل الامارات ما عدا فلوس لكن الموضوع هذه الشركات ما تقبل تشتغلي شيء تقول لك انا انفذ واخذ حصة بعدين زيان ميناء السويس ميناء السويس تفريعة بسيطة تفريعة بسيطة نعم ليست من الكبيرة اضطرت الحكومة المصرية انها تستدين حتى من الشعب وجابت الشركات واستثمرت وهي الله كملت هذه مبالغ عملاقة وتحتاج في وقت قصير فموازنات الحكومة طبيعتها صغيرة وطبيعتها يعني متضخمة وطبيعتها ما تنقر كل سنة فبالنتيجة استاذ احمد الفكرة الصحيحة وخلي اسمعنا ليس بسراء اللي يقول لك خنحطها على الموازنة هذا ما يدي يمشي الميناء اللي يقول لك تعال خنشكل فريق تفاوض وروح نتفاوض مع الصين مع امريكا ومع تلك ونجيب استثمارات دولية هذا يدي مشي الفكرة لا قابض ولا شيء اما فكرة تعال خنحطك نوز من الموازن هذا اللعب هذا احنا بعد يعني صار مكشوب قدام له طيب دكتور عاد يعني سيد المصطفى حنتوش وجه يعني هذه المسألة ويعرضها امام انظار رئيس الوزراء ما ننسى احنا رئيس الوزراء الرجل لما عمل بالجانب التشريعي والتنفيذي كانت في احدى مهام البرلمانية هو متابعة ميناء الفاو الكبير وايضا كانت متابعة ميناء مبارك ولفترة طويلة تبنى هذا الموضوع بشكل شخصي اليوم لما اتيحت هذه الفرصة واصبح رئيس حكومة هذه الحكومة اطارية المزاج السياسي ومسندة الى تحالف ادارة الدولة كل هذه المقومات راح تخلي رئيس الوزراء يتحرك بهذه الاريحية واداء هذه المهمة على اتموجه سيد الكريم يعني ان تكون في دور رقابي شيء وان تكون صاحب القرار شيء اخر لهم السيد سوداني هو صاحب القرار في الدولة العراقية وبالتالي ينظر الى الامور نظرة استشرافية مغايرة تماما لربما انه في الفترة الماضية كان ينظر لها نظرة عاطفية اليوم ينظر لها نظرة موضوعية اليوم ميناء الفاو نعم يحتاج الى تمويلات كبيرة جدا لعملية تنفيذة وماكو مشروع اليوم في الكون تستطيع ان تنهض باقتصادها وتنهض بمؤسساتها وتنهض ببناء الدولة باعتمادها على الاموال الموجودة داخليا داخل الدولة لا لا اليوم الموضوع مختلف تماما اليوم المشاريع تكلف بشكل كبير جدا شنو اللي نمتلك احنا نمتلك ارادة للنفط ليس الا يعني واليوم احنا يعني مسعداء انه صار عندنا وفرة مالية تقدر بتسعين مليار دولار وهذه اكبر وفرة مالية بتاريخ الدولة العراقي لا تشكل شيء اليوم في الحسابات الاقتصادية العالمية لكلها ربما انه شركات عالمية تمتلك اصول اكثر من ما يمتلك العراق تي اس ام سي الشركة التايوانية المتخصة في اشبال مواصلات قيمة السوقية تتجاوز الخمسمية وخمسين مليار دولار تيسلا تتجاوز الترليون كذا نحن شركات عالمية كبيرة جدا تمتلك اموال اكثر من الدولة العراقية فقضية النفط وقضية اعتمادنا على هذا المورد لربما انه يحقق اكتفاء داخلي يحقق رواتب يحقق انعاش اقتصادي داخلي لكن ان يبني العراق بشكل كامل لا نحتاج للتمويل الخارجي ونحتاج للخبرة الخارجية ونحتاج لأمور كثيرة جدا فسيد السودان اليوم مطالب بان يكون لديه رؤية ولديه صورة مختلفة عما كان موجود في العمل الرقابي ويراقب العملية السياسية او ان يشرف على ميناء الفاو نعم هناك الكثير من المشاكل ربما مشاكل اقليمية ايران تطمح الكويت تطمح الامارات تطمح هذه كلها دول من حقها ان يكون لها حصة في ميناء الفاو تعتقد ان ميناء الفاو سوف يكون نقطة جذب استثمار عالمي ونقطة جذب كبير جدا في مجال التجارة العالمية اليوم روسيا تحاول ان تستثمر المحيط المنجمد الشمالي وتؤسس الكاسرات الجليد العملاقة يعني قبل فترة اطلقت كاسر الجليد العملاقة من اجل واني ساعة الاحتباس الحراري ايضا في هذا حتى يكون هناك ممر مائي لربما انه يستطيع من خلال الروس ايصال تجارتهم الارضة ومن خلال هذه الحلقة نعرض امام المكتب الاعلامي سيد رئيس الوزراء بان يكون هذا الفريق المتخصص اللي لدي اجتماعات مطولة واتخاذ قرارات مهمة ايضا ان يكون الجانب الاقتصادي او المتخصص بالشأن الاقتصادي ايضا حاضر كي تكون هناك صورة مكتملة بالاضافة الى الامور الفنية واملنا بان يمضي هذا المشروع قدما سيما وانه مشروع ستراتيجي مثل ما اتفضلت حضرتك وتفضل السيد مصطفى حنتوش شكري لك دكتور عاد الهلالي عضو تحادي فتحت ريت الحوار في ملفين وشكري الموصول لجنابك الاستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبة على حسن المتابعة في امان الله